عندك أنا حاضر وقال تفاصيل على فكرة 50% من التقلم الصح 50% غلط لكن في البداية الاجتماع بدأ بحضور فوزي لكجع رئيس الجامعة الملكية أو رئيس الاتحاد المغربي لقرة القدم وتحدث لمدة 10 دقائق قال فيها الالتماس أو الطلب اللي قدموا الجامعة الملكية أو الاتحاد المغربي بخصوص المرحلة اللي جاية فتقال إن الظرف الصحي والوضع الراهن حاليا بنطلب تأجيل المباريات دور الأبطال والكونفيدرالية كلام ما كانش على دور الأبطال بس عشان برضو الناس بتجتهد وتقول معلومات غير صحيحة الكلام كان على البطلتين والتمن أندية كانوا موجودين في الاجتماع مع كونست عماري رئيس اللجنة لجنة المسابقات والأندية فرئيس الاتحاد المغربي فوزي لكجع عرض طلبات الاتحاد المغربي في ظرف 10 دقايق تبقى للليحة وقال الطلبات وقال الوضع الصحي والوضع الراهن وقال مقترحاته بالنسبة للمواعيد الفترة الجاية وقال لو نلعب المباريات في الجزء الأخير أو آخر 15 يوم من أكتوبر البطولة الجديدة ممكن تستقنى منتصف نوفمبر طيب لو المواعيد دي مش مناسبة والاتحاد الافريقي عايز يأجل لشهر 11 ممكن نلعب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 12 ديسمبر أنا بقول لكم بالتاريخ وبالمعاد فده كان الاقتراح كونست عماري بعد ما غادر فوزي لكجع على اجتماع بصفة رئيس الاتحاد المغربي رئيس لجنة المسابقات وطبعا العضو الكونغولي المميز في الاتحاد الافريقي عارض هذه المقترحات ولكن ليست للنقاش يعني مبارح البعض بتلعب بيقول لك أنا قلنا رأينا وإزاي وانتناقشنا والكلام ده كله ما حصلش النقاش على فكرة الموضوع كان تصويت خد الاقتراح وعارض بدأ الأول دور الأبطال وما قالش نادي وسب الاجتماع ورجع لا العرض كان من خلال الحروف الأبجدية النادي الآلي كان أول نادي في الاجتماع تم أخذ رأيه وتقالي الموضوع على التصويت فقط السيناريو الأول والسيناريو الثاني وأنا مبارح أطلقه هيبقى فيه سيناريوهات وهيتم التصويت عليها السيناريو الأول تلعب في نفس المعاد ولا السيناريو الثاني تأجل لمعاد آخر فكان رأي النادي الأهلي لازم نحترم الموعيد لكن لو الوضع الصحي في المغرب لازم يبقى يكون فيه تأجيل والكاف شايف أن يكون فيه تأجيل أنا مع التأجيل ما فيش مشكلة في وقتها ما كانش يفيه خروج ودخلوا الكلام اللي انتوا سمعتوه ده احنا كنا في اجتماع مميز في الاتحاد الافريقي ثم بعد ذلك الكلام كان مع الرجاء نادي الرجاء المغربي ثم بعد ذلك نادي الوداد المغربي ثم في النهاية نادي الزمالك طبقا للحروف الأبجدية حضر من نادي الرجاء رئيس نادي الرجاء جواد الزيات حضر من نادي الوداد الأستاذ عنور الزين ومن نادي الأهلي المهندسة حنان الزيني مديرت الترخيص في النادي الأهلي برضه عشان المعلومة الناس تبقى سماعها مصبوط ومن نادي الزمالك كان الأستاذ أمير مرتضى من نادي الزمالك نفس الأمر في كونفيدرالية كان حاضر نهضة برقان كان حاضر بيراميز المصري كان حاضر حرية كونكري الغيني حسنية أغاذير ما حضرتش عشان شو بقالوكوا التفاصيل حسنية أغاذير ما كانتش حضرة وتم استطلاع الرأي حرية كونكري كان على نفس الموقف مع النادي الأهلي على فكرة حرية كونكري قال لا بالتأكيد الوضع الصحي ده شيء لازم نقف قدامه لأن هنا أمر إنساني لو الأمر يحتاج للتأجيل أنا مع التأجيل نهضة برقان طالب بالتأجيل فبالتالي جي بيراميز هنا قال لك لأرفض التأجيل وعرض استضافة سيمي فاينال وفاينال الكونفيدرالية فكونستو عماري قال لا ما فيش عرض استضافة إحنا بناخد تصويت على إقامة المباراة من عدمها فخد رفض من بيراميز هذه التوصيات تم رفعها للمكتب التنفيذي في اجتماع الغد غدا للمكتب التنفيذي اجتماعها يكون الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة عبر الفيجي كونفرنس أحمد أحمد موجود في مصر رئيس الاتحاد الافريقي أيضا كمال مهندس هنا بوريدة موجود في مصر ويكون من خلال الفيجي كونفرنس مع كل أعضاء المكتب التنفيذي طيب الاقتراحات بالنسبة للموعيدة هتكلم عليها لكن عندي احنا لا بنتكلمش كلام كده مرسل لا بنتكلم من خلال أوراق وبنتكلم من خلال مستندات عشان نشرح لجمهورنا الوضع ماشي إزاي طيب هبدأ معاكو لجدول أعمال المكتب التنفيذي غدا كونفرنس